أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تحدثنا عن الآيات التي بيّنت لنا نوم أهل الكهف في الكهف وقدرة الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لهم مرفقا يرتفقون فيه في داخل الكهف وكانت نومتهم وكهفهم الذي قدره ويسره الله لهم آي من آيات الله ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدئ ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم تأتي الآيات لتحدثنا عن يقظتهم فيقول الله تبارك وتعالى وكذلك بعثناهم البعث اليقظة إما من النوم أو من الموت وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بوريقكم الورق العمل الفضية فابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة قالوا ما بهمنا مننا كثير أليل بس جهانين متصورين نفسهم وصلوا 24 ساعة ما أكلوا فابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم بلسق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعن الله حق الآيات إذن ربنا تبارك وتعالى أيقظهم بعد سنين طبعا هم دخلوا الكهف في الضحى الصباح تقريبا واستيقظوا قبل الغروب المساء فلم يدروا كم بقوا إذا نظروا إلى أن دخلوا في الصباح الشمس كانت طالعة واستيقظوا الشمس ما غابت معناها بعض يوم بس أقل من يوم ناموا ولكن لما وجدوا حاله عندما ينام الإنسان نومها طويلة شعر جسمه كله كأنه لما بترجع للروح كأنه استيقظوا قام من موت ومن نوم تسموه عظامهم فقالوا لا نحن أكثر من يوم يوما أو بعض يوم يتساءل بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم طبعا نظروا إلى أوضاعهم ما تصوروا أبدا أنهم ناموا ثلاثمئة وتسعة يالي أشعارهم أبشارهم عيونهم المفروض بواحد مننا بصير خلس ستين خلس ستين نبدأ الشيء بطلع مثل ما هم فتية بحالهم وأوضاعهم مستحيل يشكوا أنهم ناموا أكثر من يوم أو أقل من يوم بعض يوم أو يوم بالكثير ولكنهم شعروا بالجوم ولو نايمين بعض يوم المعدة فاضحة المفروض يكونوا ماتوا من الجوع العطش ولكن الآيات تذبر لنا وتبين لنا قدرة الله تبارك وتعالى أن الإنسان يحيى بالله ويموت إذ عراد الله يحيى بالطعام والشراب ولا يموت إذا ترك الطعام والشراب إذا أراد الله ذلك فعندما شعروا بالجوع قال بعضهم لبعض ما يهم نمنا يوم أو بعض يوم أو أكثر أو أقل ما يمشك له ولكن نريد طعاما نريد أن نأكل فبعثوا أحدكم بورقكم هذه بالعملة في الضيئة فليذهب إلى المدينة المدينة التي كنا فيها فلينظر وليبحث أيها أزكى طعاما شفنا طعام طيب بعد الجوع هذا فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم بلسق منه لاحظوا يا إخواني الرزق ما يأكله الإنسان وليس المال الذي يتبادل فيه الناس الرزق وهذا الرزق الذي يتغذى فيه الإنسان الله بيخلقه من الأرض أو من الحيوانات وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا يتخذ غاية اللطف وغاية الحذر حتى لا يكتشف الناس أمره وتقع الطامة الكبرى التي نخاف منها ما هي الطامة الكبرى إنهم يعني قومهم الكافرين عباد الأصنام وعباد الملك في الحقيقة إنهم إن يظهروا عليكم يتغلبوا عليكم يعرفوا مكانكم يرجموكم يقتلوكم شر قتله بالحجارة أو يعيدوكم في ملتهم يعزبوكم حتى يعني تسايروهم من شدة التعزيب ما تتحملوا وتدخلوا في ملتهم وتعبدوا الأصنام وإذا فعلتم ذلك لن تفلحوا إذن أبدا إذن الفتية كانوا خائفين من كشاف أمرهم ولكن هذا الخوف يدل على أنهم في حالتين حالة خوفانين منها ولكن لن تهمهم أو لا تهمهم كثيرا وحالة خايفين منها ولكن خايفين منها خوف شديد ولا يريدونها الحالة الأولى إنهم يظهروا عليكم يرجموكم يعني بقتلوكم مثل ما قتل فرعون السحر الذين آمنوا بموسى ورب موسى ولكنهم ما كانهمهم هذا القتل قالوا له اقضي ما أنت قاضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا نموت 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 عليها لدخشها داخل وهؤلاء أيضا قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يعني يتغلبوا الظهور الغلبة شوفوكم نمسكوكم يرجموكم ما علقوا عليها بشيء أبدا أو حالة الثانية أو يعيدوكم في ملتهم بشدة التعزيب تخافوا كذا تسيروهم تماشوهم ويصطحوا الحال لكم مثل بعض الناس عندما أخرجنا من ديارنا وأهلنا في سوريا وذهب زهب معنا إلى بلد ثاني صبر شهرين ثلاثة سنة ونص بعدين نزل لسوريا هو وعمامته وما أدري إيش وكذا بس شاربوا سؤيدة وزعيم شيخ صار يعمل مع المتسلطين أعداء الدين الذين جلبوا لنا الاحتلال من إيران المجرمة وغيرها فانحاز للكفار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبثنا وينصرنا على القوم الظالمين فهؤلاء كانوا خايفين من الحالة الثانية أو يعيدوكم في ملدتهم شوفوا ماذا علقوا ولن تفلحوا إذا ماذا إذا رجعت إلى عبادة الأصدام ضيعت كل شيء ضيعت الدنيا وضيعت الآخرة وهم حريصون على أن ينال رضوان الله في الآخرة ثم يقول سبحانه وتعالى ويبين لنا في هذه الآيات كيف اكتشف الناس أمر هؤلاء الفتية قال تعالى وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ العثور على الشيء يعني شافوهم بس كيف الطريقة كذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وعد الله في البعث يستطيع أني من الإنسان يوقزه يستطيع أن موته يستطيع أن يحييه يفعل هذا يفعل ما يشاء يعلموا أن وعد الله حقه وأن الساعة قيامها لا ريب فيها لا شك فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ذكر غير واحد من السلف أنه قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث شكها ما أنكروا يعني صار يقوله واحد يموت يصير اطراب وعظام كذا رفاته وعظاما يعيش تهم دي يرجع يتجمع ويرجع مثل ما هو بشخصيته في أفكاره في دينه في فكره مؤمن لكافر كذا فصار عندهم شك في أمر القيامة فبعث الله أهل الكهف حجة وذليلا على قدرة الله تبارك وتعالى على أن يميت الناس ثم يحيون فالذي جعل هؤلاء الفتة ينامون ثلاثمية وتسعة سنين يستطيع أن يميت هؤلاء وغيرهم ليبعثهم في الآخرة فالحياة والموت بيده ويفعل ما يشاء ولذلك هؤلاء الفتة كما قلنا في من قبل أنهم جائعين بدون طعام فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة وأمروا وطلبوا منه يأخذ الحذر لتلطف ولا يشارن لكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم طيب فعلا من ذهب ليشتري لهم الطعام أخذ غاية الحذر فمشى في طريق يجانب الطريق اللي مروا فيه حتى لا يكشف للناس مكان كهفهم ولكنه عندما دخل المدينة المدينة هي نفسها ولكن تغير فيها أشياء في بنائها في طرقها تغيرا ما أفقده يعني ما أفقده علمه بالمدينة لا هي نفس المدينة ولكن كما تعلمون الواحد يغيب عن بلده عشرين سنة يشوف متد البنيان هنا متد هنا خرب هذا الشارع فشعر بشيء من التغير ولكنه عندما دخل المدينة فإذا به يجد الناس لا يعرف منهم أحد تغيرت هيئاتهم وأشكالهم طبعا المؤمنين يا إخواني إنهم طابع خاص والكافرين إنهم سحنة خاصة يشوفوا لما يكون فيه عبادي لمخلوق من الطغاة سواء كان من العسكريين أو من المتسلطين الطغاة يسمون كما قلت لكم الديكتاتوريين ترون الأصنام هنا وهناك بدي يحطوا صنمهم هنا وهناك حتى يطبعوا الناس وأسرب نفوس الناس إنه هذا هو الزعيم الأوحد الخالد اكتبوا عليه خالد أو الفطس هنا خالد خالد في جهنم صحيح فوضع البلد الكافر والناس فيه في بلد كافر يختلف عن وضعه فيه بلد مؤمن ما وجد شيء من الشعارات تعرفوا واحدة حرية حريات عدلات مساواة ما وجد شيء مثلا يعني ولا الأصنام يعني تغير عليه الوضع ولذلك قرع أول واحد يجد عنده طعام يشتري ويرجعه ما يريد أن يطيل يشعروا فيه فعلا شاهد ما كان فيه طعام فطلب منه ما رأى من أصايب الطعام حسب وضعه ووضع إخوانه في الكهف واشترى منه الطعام وأخرج العملة الفضية المعو الورق العملة الفضية ونقده سمن ذلك هذا الرجل طلع في العملة قال له هذه ما تمشي قال كيف ما تمشي البارحة اشترينا فيها إينا بارحة قال له هاي العملة مطبوعة عليها دقيانوس الملك هداك المات الزعيم الأوحد قال له البارحة اشترينا فيها ولمن اشتري فيها صارت شو الناس نجتمع الباعة والناس وقفوا في الطريق صار ينظروا العملة هاي من من ثلاث بيت سنة مطبوعة عليها دقيانوس من ثلاث بيت سنة قال له لبعضهم هدا شايف كنز أقول له وين شفت الكنز أين الكنز قال اين الكنز البارحة اشترينا طعام وأكلنا بهذه العملة قال لا ما في عملة قبطوا عليه واخدوا عند حاكمهم كان حاكمهم مؤمن لأنه مر عليهم زمان فآمن ما اسمه المهم ما يهمون اسمه طبعا مأخوز اسمه عن أهل الكتاب يندوسيس الملك الجديد المؤمن اسمه يندوسيس أخذوا لي عند الملك شاف حاله الأول قال له يا سيدنا الملك هذا مجنون سأله قال له بارح اشترينا طعام كذا كان دقيانوس وين رح تلوين كذا أحكي تكلم خلاص كشفوا أمرهم وعرف أنهم مؤمنون فذكر لهم أنهم خافوا من دقيانوس وهددهم بالقتل وخرجوا من بلدهم وتركوا قومهم وانطلقوا حتى وصلوا إلى كهف وناموا في هذا الكهف واستيقظوا الآن وجاء يشتري طعام جاء عين وإذا بالناس يعتبرون لحالهم وصدقوا لأنهم يذكر لهم أشياء صحيحة في زمن دقيانوس يعرفونها من تاريخهم ما هو مجنون ومع هذا الرجل في أشخاص تانين إذن قالوا له ليروا هذا الشيء العظيم الرباني بعينهم ويستشعروا قدرة الله تبارك وتعالى على أحياء الموت وبعث الروح فيما نام إخواني النوم أشبه بالموت الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته الأولى للمشركين قال إنكم لتبعثن لتموتن كما تنومون وذا تبعثن كما تستيقظون وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا والله تبارك وتعالى يقول في القرآن هو الذي يتوفى الأنفس يعني يقبض الأرواح حين موتها بقبض القبض كامل يجب ما لكن الموت بيأخذ ويمشي والتي لم تموت في منامها في قبض للروح جزئي في المنام ببقى جزء من الروح في النام وهو بتحرك كذا والروح تسرح وأبشوف مناماء أشوف أشياء ولكن قبضة الروح ولذلك شرع لنا الرسول صلى الله عليه وسلم من سنته عندما نستغل الفراش أن نقول باسم ربي وضعت جنبي يعني نمت اللهم لك أسلمت نفسي سلمت روحي إليك أما أنت أعتقد اللهم لك أسلمت نفسي فإن قبضتها راح يطاوي المثق يعني فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين والمرأة تقول بما تحفظ به إماءك الصالحات باسم ربي وضعت جنبي اللهم لك أسلمت نفسي فإن قبضتها فاغفر لها النوم أخو الموت كثير أشخاص ناموا ما فقوا أحد قريباتنا اتصلوا فيه من عدة شهور كانت نايمة ببيتها فالصبح ما فتحت الباب انتظروا انتظروا من عددها تطلع لبيت أخوه لبيت أختك دقوا الباب بحد رد فشوا الباب ودخلوا شاه هو نايمة ما فقوا باسم ربي وضعت جنبي اللهم لك أسلمت نفسي فإن قبضتها فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين إذن أيها الإخوة انطلق الملك ومعه قومه أو عددا من قومه فوصلوا إلى الغار فقال لهم هذا الرجل الذي كان نايم مع أهل الكهف انتظروا لا تفجعوهم يعني إذا شافوا الناس جايين هيك والملك معه عسكر وجند يخافوا بديوا يطلعوا علينا بدي رجعونا في ملك الكفر أو بدي قطلونا فانتظروا حتى أدخل قبلكم وادخلوا بعده فدخل قبلهم وطمأن إخوانه المؤمنين في الكهف ثم دخل الملك ومعه أشخاص فاعتنقهم وقبلهم وتعانقوا ودعوا الله لبعضهم البعض أن يغفر لهم وأن يحشرهم مع الصالحين ثم عاد أهل الكهف فماتوا هذه نومة هي موتة بعدها يبين لنا الله بالآيات الأخرى التالية كم لبثوا في كهفهم سيقول لنا ثلاثة سنة ثلاثمائة سنة وازدادوا تسعة ولكن الآن يبين لنا ربنا أنهم أعثر عليهم وانكشف أمرهم ولكن كان الناس مؤمنون فاحتاروا ماذا يفعلون بهم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا هذه العبرة من القصة ليعلموا أن وعد الله حق وعد الله ببعث الناس وحسابهم وجزائهم حق لا شك فيه إذ يتنازعون بينهم أمرهم مختلفوا ماذا يعملون به هل يغلقوا عليهم باب الكهف ويضعون على باب الكهف حجر هذا اسم الرقيم يرقمون عليه أسماءهم ليكونوا عبرة في المستقبل للناس أو يبنون عليهم مسجدا يبدو أنه في ذاك الزمان كان بناء المسجد على القبور أو بجانب القبور جائز فاتفقوا أن يبنوا عليه مسجدا ولكن نحن في ديننا لنحمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز باتخاذ المساجد على القبور القبور تبعد عن المساجد ولا يجوز ما كان في قبر سوي في مسجد حتى يقدسوا الناس ولكن في زمانهم يجوز ولذلك أعلمنا ربنا ربنا إذ يتنازعون فيهم أمرهم فقالوا ابنهم عليهم بنيانا سكروا عليهم مثل قبر ربهم أعلموا بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ثم يقول سبحانه وتعالى مبينا عددهم واختلاف الناس في عددهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم نبين ذلك إن شاء الله في حلقة قادمة والحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أفلا يتدبرون مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين